مرحبا حضراتكم ونضم لينا كابتا نهاب جلال وعندنا ملفات كتيرة جدا منتخب الشباب والماتش بتاع الاهلي والمصري واللي جاي والتحكيم وكلايتنبرج صباح الفل صباح خير صباح خير نحوان صباح خير كريم صباح كل كابتا نهاب سعيدنا معك طيب ربنا خليك مش بقدر ساعدتنا حاولينا منستنك تيجي عشان بنفتح معك مواضيع حلوة وبنستمتع دايما بملاحظاتك كده ايه اللي ساعات فيه وامور كده بتقراها انت بابين السطور فاحنا بنسعد بقى بان احنا نتكلم معك فيه فتحب تكون البداية من البطولة مثلا بطولة ايه رأيك والاستعدادات وهل كنتوا متوقعين ان انتوا توصلوا ان احنا نوصل يعني للنهائي زي ما حصل كده ولا كنت الدنيا ماشي ازاي بص يا كريم احنا منتخبنا منتخب كويس جدا وبتطور كل يوم بشكل ملحوظ جدا طبعا السن ده في المرحلة دي اصعب شوية لان من مرحلة مش عايز اقول يعني طفولة او بتاع يعني لغاية الشباب يعني دي في تغيرات فيسيولوجيا تغيرة جدا بالنسبة لولاد ديات فلازم تكون انت دارس الموضوع او شايف الموضوع ماشي ازاي لان موضوع خطر جدا ممكن انا بمرن الولاد يعني كنت عادت فترة طويلة حوالي 12 سنة 13 سنة في الدورة الممتازة ما بشي حاسس بالموضوع انما لما مسكت الولاد انا فاهم الموضوع لان دارس كويس فيها الموضوع دوات العمل النفس للولد او لللاعب في المرحلة السنية التغيرية ديات فطبعا كنت تشوف مثلا وانا بمرنهم من حوالي سنة ونص او سنتين كان مثلا النهاردة امرانه اليه كويس بكرة اليه مش كويس بعده اليه عادي فكان فيه تغيرات دي انا كمدرب ما بحبهاش لاني انا بحب جدا السبات في المستوى فطبعا من سنتين غير السنة اللي فاتت غير السنة دي غير البطولة اللي احنا لعبناها دلوقتي دلوقتي فيه الى حد ما او عايز اقول مثلا 70-80 في المية فيه سبات دلوقتي بنسبة كبيرة جدا بنسبة للمستوى اللاعب في المرحلة السنية دلوقتي داخل على عشرين سنة فابتدى دلوقتي خلاص النظام عنده يبقى ثابت شوية قبل الزبط كده فطبعا احنا من السنتين اللي فاتوا بنحاول نحضر ونحاول نشتغل معهم فكان فيه تغيرات كتير جدا احنا كانت بتتعبنا شوية انما من البطولة اللي احنا لعبناها دي في دلنا مع الجهاز الفني والموجودين كلهم ادلنا نتمرن كويس ادلنا نتسبت المستوى ادلنا انا فجيت بصراحة من البطولة بالمستوى اللاعبين يعني ليه لاني انا اللي كنت حاسس بها او الجهاز الفني كان حاسس بالموضوع دلوقتي اما وصلنا للسعودية احنا بدأنا طبعا بالعمان بالصومال بالمجموعات اللي احنا اول المجموعة لاني اخدنا ستة بونت لعبنا مع المغرب اول المجموعة الخامسة فطبعا وجهتوا الجزائر برضو الجزائر يعني كنتوا متوقعين اصلا انتوا تفوزوا عليه احنا لعبنا الجزائر مرتين في البطولة العربية في مصر كسبناها وفي بطولة شمال افريقيا برضو كسبناها فرقة كويسة جدا ومن احسن الفرق بتلعب كورة بالزبط اللي ولاد كويسين جدا احنا كمنتخب مصر احنا بنحب نلعب مع الفرق كويسة اما قد قعد معاكم من كذا حلقة قلنا ان النادي اهلي ما بيلعب او منتخب مصر بيلعب مع فرق اقل منه هما بيغدوا النادي الاهلي ليهم يعني فطبعا او المنتخب مصر فالموضوع بيبقى وحش انما انت ما بتلعب عشان انت مستوك عالي مستوك كويس اما بتلعب مع فرق كويسة زي المغرب او تونس او الجزائر تبقى مصحصح دايب تبقى مصحصح واللعبة بتلعب كويس يعني انا بصراحة يعني اما كنا بلعب الصومال انا كنت متخوف جدا لان فرقة برضو مع احترامي ديها مش متوضعة اه متوضعة جدا وعشوائية بدرجة كبيرة فطبعا كنا الواحد متخوف تبقى انت متخوف ايه اللي ممكن يحصل في المباراة انما بتجي تلعب المغرب او تلعب الجزائر او تلعب تونس فرق كويسة فرق محترمة او السعودية مثلا فرق كويسة جدا بتقدر تلعب معها كويس يعني احنا فجينا باليعني احنا رحنا ابها ديت ابها دي عالية شوية عن سطح البحر فكان الاكسوجين كان ناقص شوية تخير حضرتك ان احنا رحنا فرقة السعودية في الشوت الثالث والرابع هما اللي كانوا بيقعوا مننا وكرمبات كتير جدا واحنا كنا مسيطرين يعني كتير جدا وكنا ممكن نقصف في المباراة فطبعا الحمد لله احنا خسرنا بضربات الجزاء وطبعا تعرف ان هذا تبقى حظ كبير فالحمد لله احنا كنا متوقعين احنا ممكن نوصل لدرجة كبيرة انما اما وصلنا للنهائي وطمعنا ان احنا ان احنا ناخد البطولة ده كان شيء رائع من مننا يعني ومن الولاد لان الولاد قدوا مباراة رائعة جدا واحنا طبعا مخفخرين جدا بيهم والحالة اللي حصلت هنا في مصر ما كنا احنا هنا كنا بنسمع يعني كنا بنشوف كأننا مثلا الفريق الاول بتاع المنتخب مصر ان كان في حالة وكان بيتصو بينا في ثقة بقى عند الناس عمتا وفرحانين هما طب خليني اسألك يعني هل ممكن نشوف مثلا فيتوريا بيستعين بحد من الشباب على فكرة فيتوريا كان على اتصال بينا دايما كل يوم وكان بيقولها المتفرج وده الامل للشباب لان دوت الفرقة ديت اللي هي 2003 بعد اربع سنين ما يلعبه كاس العالم فهو كان بيتكلم في الحتة دي وكان على طول لايف معنا بالفيديو بالفيديو وكان بيحفز اللعيبة وبصراحة كانت اللعيبة على قد المسئولية واحنا يعني بصراحة يعني احنا وكان برضو العمل دكتور اشرف صبحي اه دكتور اشرف صبحي كان بيتصب بينا باستمرار اتحاد الكورة كان على طول متواجد معنا على طول يعني كل الاطراف كانت دعمة لكم بصراحة يعني احنا متوقعناش الدعم الكبير جدا من الدولة ومن مدرب منتخب مصر الكبير يعني ليه هو ما كانش فيه الدعم ده قبل كده مش بخشي موجود بس مش بالقدر اللي كان موجود اللي احنا شوفنا ده اوكي حتى هنا ما كنا بطول العربية في مصر ما كانش الدعم كبير جدا بالنسبة اللي احنا كنا شوفنا ده ممكن يكون عشان احنا كمان وصلنا المرحلة ان احنا فعلا في امس الحاجة ان احنا نتطمن على اللي جاي من خلال ان احنا نتطمن على الجيل اللي مع حضرتك صحيح انت بحكم يعني قربك منهم ومتابعتك ليهم الى اي درجة حضرتك متطمن على خامات اللعيبة دي يعني هل ممكن نشوف المستقبل القريب طفارات يعني لعيبة استثنائية انت شايف شغلهم من اول ومن الواقع والله يا كريم بص حضرتك انا عايز اقولك ان اللعيبة دي لعيبة كوية يعني عندنا لعيب رقفة خليد بلعف النادي الاهلي بكشمال رائع رائع جدا موليد الفين واربعة واصغر من الالفين وثلاثة اللي عندنا خد جايزة احسن لعب في المباراة مرتين وانا انا متوقع لي ان اما يرجع يعني اما رجعنا هيرعب مع الدرجة الاولى هيبقى هايل جدا يعني عندنا صلاح باشا اللي هو احرز الهدف في السعودية ده بلعب في اودونيزي لعب هايل وكان بلعب في النادي الاهلي لعب هايل جدا عندنا عمر فايد بلعب في المولين ولد ما شاء الله طويل ولعب كويس جدا اللي اهضر ضربة الجزاء في القائم يعني عندنا لعب كويس عندنا ماجد هاني لعب الزمالك لعب هايل جدا ومقايد طيب في حرص المرمى تحديدا بقى وفي حرص المرمى معايا احمد نادر اخد احسن حرص في البطولة كان بلعب في النادي الزمالك وابن الحرص الكبير طبعا نادر السيد بلعب دولتي في البرتغال من الحراس اللي هي انا بدأت معها ما كانش على المستوى الكويس يعني ابتدى بس هو فيه ميزة الولد ان هو بيسمع الكلام بيطور من نفسه اللي بتقل وبيتعمل ده مهم جدا بالنسبة انا كمدرب حرص المرمى او مدرب الفريق لما بلاقي ولد بيسمع الكلام وبيتطور يبقى ده تعرف ان هو هيبقى حرص المرمى جايد او لعب كويس فده من نوعية اللاعبة عندي كمان كريم احمد نبيل بيلعب في فارقو وعندي محمد عدل خليفة بيلعب في البتروجيت عندي ثلاث حراس هيلين جدا كويسين جدا وانا سعيد جدا ان احمد نادر خد احسن حرص في البطولة وكانوا بيسنوا عليه جدا في البطولة كلهم كانوا بيتكلموا معي منتخب العراق ومنتخب الأردن كان ممثل الفيفا كان قاعد معي من بيلاروس كان بيتكلم عليه كويس جدا وقالي من الولد دوت احتمالي يكون هو ياخد احسن حرص في البطولة تبا حاجات في الجينز ولا ايه عندك برضو احمد نادر السيد وعندك مصطفى الشبير يعني مع ان دول بيبوا اكتر ناس بيتظلموا على فكرة في الاول الناس يقولك انت جايبهم عشان ولاد كابتن فلان كابتن فلان مع ان ممكن يكون عنده موهبة هو مش زنبه ان هو ابن كابتن فلان على فكرة يعني لا بص حضرتك هي الموضوع ده موجود جدا في مصر هنا انما الولاد دولت بيثبتوا ان هم كويسين زي مصطفى الشبير يعني ما تاخدش ان والده كان حالس مرمى كبير برضو احنا برضو مش عايزين نزل من الولد لان الولد لما وصل للدرجة الاولى كان وصل برضو ان هو حالس مرمى كويس محاش بيوصل النادي الاهلي او فليل ولما خد فرصة اثبت نفسه بشهادة الجميع طبعا وحالس مرمى جاد وانا مرنته على فكرة في الناشئين في النادي الاهلي وكان من الحراس المرمى المتميزين جدا في قطاع الناشئين وكاني الاولواء ان يطلع درجة اقولها ان حالس مرمى جايد مفيش مشكلة خالص نفس الكلام احمد نادر السيد ابن نادر السيد طبعا حالس مرمى جايد جدا ووالده طبعا كان حالس مرمى متخب مصر طبعا مفيش كلام ماشي عايزين نحط ديمة عديلة اصلا بيتفعوا ثمن اسمهم بالكامل يعني اي واحد منهم لما بتقال بس اسمه السلاس يقولك اه يا عم ما طبعا ما هو لازم ما هو عشان اللي بتكلم دوت ابنه راح النادي الاهلي او راح الاختبارات ومشي فيقولك ايه ده واخدين ابن كذا عشان عايب تبقى معزا من الوقت كده فعلا بالضبط هو ده بعيد خالص عن الحقيقة يعني بس احنا بتياري في مصر هل احنا عندنا ندرة في حراس المرمى الجايدين في الاعمار المختلفة يعني هل بتلاقي عندك عدد كافي من حراس المرمى الواعدين بنفس كم اللاعيبة الحريفة بس يا كريم في مشكلة في مشكلة ان عندك خامات كويسة جدا وحراس المرمى جايدين جدا وانا شفتهم بعناي انما المشكلة كلها الكواليتي بتاع التدريب هو اللي يخليك تبقى كويس وعدد المشاركة في المباريات بط بالضبط كده بالضبط كده انما مثلا متلاقي ناشئ صغير بيتمرن غلط طيب انت يعني هتاخد منه ايه وهو اصلا ولد كويس بالفترة كويس انما بيجيله بس المدرب ما عندوش الخبرة او ما عندوش ان هو يطوره او يدي له كمية التدريب المناسبة بالنسبة لسنه ده مش موجود كتير جدا مش موجودين وفيه ناس بتعملها انما فيه كواليتي كويس جدا انما هي كواليتي التدريب مش كويس دي اللي مشكلة دي اللي بتطور متطورش خلينا خلينا بعد اذن حدك نقف عند التفصيلة دي لان احنا لازم نطلع حالا مفاصل هنطلعه ونرجع نكمل معاك اتفضل بنرحب بحضراتكو خلينا دلوقتي نروح سريعا لايف يو معسكر الاهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري واكيد فيه استفسارات كتيرة جدا حابين احنا نعرفها ونقولها لحضراتكم ومرسلنا العزيز فاروق صلاح فاروق بونجور صباح الخير وعندنا اكيد اسيلة كتيرة حابين انا وكريم يعني نسألك عليها وكمان نطمن استادة المشاهدين دلوقتي طمننا من ناحية دلوقتي التناغم اللي موجود وانا كنت بسمعك مبارح مع كابتن اسلام الشاطر وانتك كلمت عن النقطة دي تحديدا انا قلت فيه تناغم كبير جدا بين الفري الأول والشباب المنضمين فيه كان مران شارك فيه كل اللعيبة وتأسيمة شارك فيها كل اللعيبة اتكلمت عن أرضية البلعبة قد ايه هي رائعة وفيه صيانة حصلت يعني من الناس القائمين المنظمين كمان هناك ففيه أجواء لحد دلوقتي نقدر نقول مبشرة جدا خلينا كمان نعرف سير النهاردة اليوم لحد معاد المباراة ولو فيه أي حاجة كمان حابب ان انت تطلعنا عليها يعني خليني في البداية اصبع عليك انا هون صباح الخير وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كابتن ايهاب جلال مدرب حراس متخب مصر الشباب يعني قبل ما نروح للمباراة ونتكلم على تفاصيل نعرف ان الجاز الفني الكابتن ايهاب والكابتن محمود جابر الكابتن كارم الأفراد الجاز دي تعبت قد ايه في كتير من الأوقات كنا موجودين معهم عملت بطولة مميزة عملت بطولة كويسة لكن ان شاء الله القادم أفضل بإذن الله كابتن ايهاب نهواند اثارتي كلام مهم جدا وكلام في غاية الهمية طبعا احنا موجودين هنا في الأسكندرية مقر قامة فريق النادي الأهلي أو معسكر النادي الأهلي اللي كان ابتدى طبعا مع مباراة الاتحاد السكندري اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لشيء طبعا المعسكر هنا ممتد حتى مباراة المصري اليوم اللي هتكون في تمام الساعة التاسعة على استياد الجيش ببرج العرب خلينا اخد المشهد من النهاية وارضية الملعب اللي اتكلمنا عليها وفردنا كتير من الكلام لهذا الأمر وكان من كلام مستر ريكاردو سواريش اللي اثنى يعني انا صراحة اول مرة خلال المباراة اللي نبقى موجودين فيها ان مستر ريكاردو سواريش يثني على ارض ملعب طبعا غير ارض الاستاذ الاهلي والسلام اول ارض او ملعب خارج النادي الاهلي او مستر ريكاردو سواريش اتكلم عنه بشكل اكثر من راع لكن ده يرجع للجهود المبزولة لدارة استدال الجيش ببرج العرب ومجهودات الدولة المصرية في الارتقاء بالبنية التحتية للرياضة المصرية انت عارف ان مجهود كبير جدا بيبزله فخامة الرئيس عفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور أشرف صبح وزير الشباب الرئيضة في الارتقاء بالبنية التحتية البنية التحتية والامور اللي تمت على استاد الجيش ببرج العرب أعتقد بتظهر في أبها صورة أن واحد من الاستادات أو الصروح العملاقة اللي هي الرياضة المصرية وأيضا أسنى عليه روي فيتوريا المدير الفني المنتخب المصري اللي خلاص من المقرر انطلاق معسكر منتخب مصري الأول هيكون في شهر سبتمبر القادم بإذن الله ويكون هنا في الأسكندرية التناغم والانسجام اللي احنا شفناه ولما سناه من اللعيب للنادي الأهلي خلينا أقولك أن الرفع من الروح المعنوية الفوزي الأخير على فريق الاتحاد السكندري فيه أمور كتير جدا كابتن إيهاب طبعا هيلمس هذا الأمر أن داخل النادي الأهلي فيه أمور مميزة ما تحسش أن اللعيب اللي داخل جاي من خارج النادي الأهلي أو جاي من قطاع الناشئين هو غريب على النادي الأهلي ده الدور الكبير جدا اللي بيقوم بيه كباتن النادي الأهلي ممثل في اللي موجودين هنا في الأسكندرية سواء الكاب الرامي ربيعة سواء محمود متولي سواء أليو ديانج اللعبين الكبار والدور الأكبر اللي بيقوم به اللاعبين اللي غير موجودين معنا هنا في الأسكندرية كابتن الشناوي كابتن أيمن أشرف كابتن وليد سليمان ودورهم والتواصل مع اللاعبين ده عامل حالة من التناغم عامل حالة من الانسجام الناشئ أيضا اللي موجودة نهوان ده مش حاسس أو مش هاي بالموقف لأن في أمور كتير جدا أنت بتزرع في العيب النادل أهلي الشخصية أن يكون على قدر المسئولية اللعيبة حاسة بالمسئولية اللعيبة حاسة أن هي لسه ما عملتش حاجة مباراة وانتهت عندنا مباراة تانية مهمة دور كبير جدا طبعا لكافة اللاعبين اللعيبة عايزة خلاص تقفل الصفحة الماضية بنركز فيه المباراة المتبقية في الدوري مستر ريكاردو سواريش قال إن هي مجموعة من المباراة هنقف من خلالها على مستوى بعض اللعيبين اللي نقدر نستعين بيهم من قطاع النشئين طبعا شكر اللعيبة الكبار وقال إنهم يعني خلال 36 يوم لعدنا 12 مباراة وده رقم كبير جدا نادي الأهلي على مدارة الثلاث سنوات الماضية بيقف على منصات التتويج والأمر دو وتوصل لعيبة الحالة عالية جدا من الإجهاد في ظل ضغط المباراة طيب اسمح لي هنا عايزة أسألك على حاجة يا فاروق بما نحن ذكرنا الضغطات الموجودة وتلاحم المباراة طمنا عن حالة طبعا يعني الإجهاد أو لو في أي إصابات أو في أي مشاكل خلي الناس برضو تتطمر قبل المباراة بساعات قليلة جدا الوضع عامل إزاي عندك يعني خلينا طميني كان هواندي طبعا يعني في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري كان في كادمة مبين كريم فؤاد ومحمد عبد المنصف حارس مرمى نادي للاتحاد لكن طمينة من الدكتور رحمد أبو عبلا أن الكادمة كانت بسيطة وتعامل معها في أرض الملعب واستكمل كريم فؤاد للمباراة ثم كريم فؤاد نزل المران بالأمس وأدى المران بشكل أكثر من رائع طبعا ده من خلال الدكتور أحمد أبو عبلا تطمين على كريم فؤاد اللي كان أقرب اللعبة اللي حصل بس يعني كادمة ما بينه ما بين محمد عبد المنصف برضو نطميننا من خلال الدكتور أحمد أبو عبلا أن إن شاء الله عقب العودة من الأسكندرية أحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا هينضموا للتدريبات الآلي الجماعية أكرم توفيق قريبا قريبا جدا في المستطيل الأخضر في الملعب إن شاء الله يعني بعد اكتمال الأمور ونزل التدريبات الجماعية بشكل كامل طهر محمد طهر نهواند خلال أسبوعين يكون موجود أيضا في التدريبات الجماعية حسين الشحات العاد أول أمس بعد أجراء الجراحة في إجراحة الغدروف وهيبدأ خلاص البرنامج التأهيلي هنا الحالة البدنية الحالة الفنية التركيزي اللي موجود عند اللعبين النهاردة عايزين يقدموا مباراة كبيرة أمام فريق المصري خلينا أقولك إن الاتحاد المصري قرر إسناد المباراة لطاقم تحكيم بقيادة الكابتن محمود البنة هيعون سمير جمال وسامي هلهل أتنين على تقنية الفار طارق مجدي وأحمد صلاح والحاكم الرابع أحمد مجدي نتمنى التوفيق يا نهواند من النهاردة في هذه المباراة أنا موجود معك يا نهواند طبعا لو في استفسارات أو أي تساؤل بالنسبة لك أو بالنسبة الكريم أو للكابتن إيهاب لا يعني تغطية أكثر من رائعك العادة منك يا فاروق وإحنا أكيد قناة الأهلي يعني مكملة معاك التغطية لحظة بلحظة على مدار اليوم لغاية معاية المباراة بإذن الله وكمان بعد المباراة ونبارك لبعض كلنا بإذن الله يعني وبداية إن شاء الله ده مباشرة وأنا متفائلة كابتن إيهاب ولما بتفعل بيحصل والله رب لا يصلح الحال بنا مش عايزين أكثر من كده كتير حتى دلوقتي يعني النادي لالك بيسترع طبعا وبرضو عايزة أفمع حديك عند التفصيلة بتاعت اللي حصل مؤخرا وفكرة القرارات كابتن محمود الخطيب ومجرس إدارة النادي الأهلي بالدفع بالناشئين اللي هيكملوا معانا ما تبقى من مباريات الموسم ده من الدوري العام وتوظيف طبعا سوارش ليهم وبعض أصوات ابتدت تعلوا في الفترة الأخيرة وتقول لك ما معناه طب واحنا يعني نكلف ليه ونصف ليه ونعمل صفقات خارجية مكلفة ليه لما احنا عندنا ولاد زي الفل ما نستعيد بولدنا اللي متربيين جوه النادي الأهلي واللي اتودكوا على مبادئ النادي الأهلي إنجاز التعبير بوسك كريم أنا طبعا أنت عارف أن أنا متربي في النادي الأهلي ما أنا عنده عشاصة طبعا بل عفما يسكورة إلى الدرجة الأولى وده كان العرف الموجود والسايد بالنسبة لنادي الأهلي إن بياخد أبناء وليه لأن ابن النادي الأهلي متعود على البطولات مش متعود إن هو يخسر أي حاجة أنا طول عمري في الناشئين عمري مخسرت بطولة وأنا لعب أو حتى وأنا مدرب فطبعا أنا متعود على كده يعني انت حداك مرة سألتيني إزاي تلعب قدام مئة ألف متفارن أنا انت مسألتيني أنا السؤال قلتين حضرتك إن ده عادي بالنسبة لأن أنا شايف الموضوع ده من وانا صغية يعني أنا مبهبش الموضوع أنا مش هاي بالجماهير لأن أنا متعود من وانا صغيرة كنت أشوف يعني أما زمان قوي ما كنا بنلعب في النادي الأهلي في الدرجة الأولى كان أقل أقل جمهور ييجي النادي الأهلي حوالي خمس تلاف متفارج في المباراة عادية غير بقى متلعب بقى مباراة نهائية مع قدد الزمالك أو أفروكيا بيجي لك بس حوالي تلاتين أربعين ألف متفارج فأنا متعود على الموضوع ده إن لعيبة النادي الأهلي متعودة على الموضوع ده فأنا شايف إن الخطوة اللي اتخذت بالنسبة للكابت محمود الخطيم إنه يلعب بالناشئين أو بالشباب الصغير اللي عاوز ياخد فرصة ده شيء رائع جدا وشيء جميل لأن ده اللي حيفرز يشوف لك مين اللعيب اللي يقدر يكمل في النادي الأهلي واللعيب اللي ما يقدرش يكمل وده أنا شايف إنها حاجة كويسة لأن أنا شفت المباراة بتاعت النادي الاتحاد أولاد زي الفل زي الفل أولاد يعني تقدر تحتمد عليهم في المستقبل واللي يقدر يكمل حيكمل لأن ده شيء جميل وإحنا أخدنا الفرصة كده يعني ما جينا نلعب في الدرجة الأولى أخدوا برضو قرار في النادي الأهلي أن نلعب مباراة الزمالك كاس مصر نهائي كاس مصر بالناشئين وإحنا أنا كنت موجود معهم في الوقت ده ولعبنا المباراة بس أنا ملعبتش أني كابتش برها هو اللي لعب وأنا كنت معاه في الاحتياطي إنما هي دي الفرصة اللي حتاخدها الناشئين وإنت بدل ما تدفع فلوس كتير جدا بالشراء أو كده طبعا لازم برضو في ناس لازم تيجي أنت ممكن تدعم أو تطعم بشيء من الصفقات الخارجية برابو علي الأصل والأساس من اللي حانا عندنا ده أساس والإعارة اللي عندك في إعارة برضو لو رجوا هيفيدوا كتير طبعا لأن بدل ما تدفع فلوس كتير جدا أنت عندك أولاد كنز عندك ممكن تاخده يلعب عندك من غير مش هكلفك حاجة والباقي اللي مش هقدر يكمل يروح إعارات برضو حيستفاد ونادي أهلها يستفاد ده شيء جميل بينما التدعيم مطلوب جدا لأنك أنت بتلعب في بطولات كبيرة ولازم برضو عندك أولاد برضو اللي بتجيبهم من بره لازم يكون عندهم خبرة كبيرة طبعا مع الأولاد اللي هم صغيرين ياخدوا معهم خبرة وأنا شفت فاروق صلاح وبتكلم بيقولك أن اللعبة الصغيرة اندمجت بسرعة جدا مع اللعبة الكبار وده الشيء الموجود في النادي الأهلي المبادئ الموجودة في النادي الأهلي من زمان اللي حتربينا عليها إنك أنت بتطلع في الدرجة الأولى ما تحسش أن أنت غريب كل اللعبة الكبار بيدعمك وبيلعبك وبيخليك واقف على أرض صلبة فعلا بروا عليك بص يا كابتن إيهابي يعني هو طريبا الفقرة خلاص بتخلص بس خلينا نقول حاجة مهم هيفضل مصنع الناشئين عندنا يعني مكان بيخرج أسماء عظيمة بعد كده السؤال بيتكلم عن عماد المتعب أنا هدي أمثلة يعني محمد الشناوي الشريف إكرامي حسام عشور يعني أسماء كتيرة جدا حسام غالي حسام حسن في أسماء كتير جدا فهيفضل ده المكان اللي بيطلع النجوم ويمكن النجوم ده هي اللي لمعه تقوي حتى عن أي محترف جيه عندنا من بره فيعني ما فيش شك أبدا في كده كل التوفيق إن شاء الله للجاي وإحنا شايفين أقول البصمات أهو أو النتائج على الأرض حاجة مشرفة جدا نتمنى خير بإذن الله ونتمنى خير كمان لمنتخب الشباب حاجة مباشرة خلصة أربع سنين وحيبقوا معنا إن شاء الله لو حيك عايز توجه أي حاجة سيئة أخيرة لجمهير هنا لنادي الأهلي طبعا يعني جمهير نادي الأهلي طبعا معروفة أن هي بتحب نادي الأهلي جدا بتحب لعيبتها جدا أنا عايز بس يسندوا لولاد الصغيرين بشكل كبير لأن طبعا ده جمهور النادي الأهلي هو ده اللي بيحب النادي الأهلي فكل شيء للنادي الأهلي هم بيعملوه فأنا شايف إن هم يدعيموا لولاد الصغيرين يوقفوهم على حيلهم وطبعا ده مش بعيد عن جمهور النادي الأهلي هذا حاصل بالفعل من بعد ما تشل الاتحاد على فكرة نحن بنا نقول في جزء الأولاني من حلقة النهاردة إن احنا بقلنا يومين ثلاثة الدنيا مقلوبة على لعيبة بعينها من النمازج الشابة الوعيدة الرائعة اللي شفنا لها أداء ممتاز في ماتش الاتحاد واللي بنتمنى أن يكرر في ماتش النهار إن شاء الله هيتكرر ومستقبل كبير للنادي الأهلي والشباب بتوعه نتمنى التوفير لمجلس إدارة ولعيبة وعايزين ما ننساش حاجة والمدربين برضو يعني لازم ندي كرادت والفضل ليه المتربين في السواء من الناشئين أو في الأشبال في منتخب الشباب برضو معلش إحنا ما نقدرش نغفل درك وكبتر نهار همه ده داعم يعني أنتو الأساس بقى أنتو اللي بتعلموا وأنتو اللي بتربوا وأنتو اللي بتدوا خبرة فيعني برضو تحيات كبيرة يعني مش هينفعا نعدي نتمنى التوفير ووجودك يا كبتر إحنا متطمنين على حراس ماربا المستقبل إن شاء الله دنيا ستبقى زي الفوري تنوردنا ومشكرك على وجودك معنا جديد طيب هنروح فاصل ونرجع بس هنرجع هترجعوا حضراتكم مع الكريم عشان فقرة الخاصة مع دكتور دينا أبستعودوا ملف جديد من الملفات الخاصة بملف السحل أعتقد برضو هيهم حضراتكم فاصل نرجع نكمل شكرا